لغة التعميم والجزم في أبيض أسود لا تقبل في قوانين الإعلام وخصوصا لو كان الحديث عن شخصية ما أو مؤسسة ما والتجاوز هنا ليس رغباويا بقدر ما هو متعارف مشهور يجمع الجميع على حقيقته وتعريفه المقدمة ليست لغزا في سوريا على الأقل فأسوأ ما يجمع عليه السوريون هو المؤسسة الأمنية والعسكرية جناح النظام وملاكه الحارس وعلى كلا الطرفين وإن علت أصوات تضحض هذه الدعوة فليس لقناعتها بقدر ما هي عليه الخصومة وهذا حال الحق والباطل دائما مصادر متعددة من مدينة حمصة وريفها تتحدث عن عصابات قادرة على اقتحام ما تريد ونهب ما تريد وعن لصوص من عناصر الفصائل كانت مرتبطة مع أجهزة النظام الأمنية بالريف الشمالي قدمت أوراق اعتماد تسويتها ليمتهن السرقة تزامنا مع توقف الإمدادات المالية عنهم وهم ينفذون العمليات بالتنسيق مع القائد المسؤول عنهم والمرتبط بدوره بأحد جهازي الأمن العسكري أو المخابرة الجوية ويحصل هذا القائد على نسبة من هذه السرقات مقابل ضمان عدم مساءلة اللصوص إضافة إلى لصوص من العاطلين عن العمل أو مطلوبين للخدمة العسكرية ويرجح بأن معظم السرقات لتوفير المبالغ اللازمة للحصول على المواد المخدرة المنتشرة في المنطقة ولعل ما وصلت إليه الأمور من تضخم الفوضى في مدينة حمصة لا يختلف عن أي منطقة أخرى على كامل الجغرافيا السوداء التي تسيطر عليها قوات الأسد ورعاته الرسميون من فساد موغل علني في مدينة تحطمت أسوارها وكأنك في مشهد من مشاهد الغزو القديم بإذلال واستضعاف وسرقة علنية تمارسها مجموعات قادرة على الحركة وتنفيذ عملياتها بلا رادع أو خوف في دولة استباحت المحظورة بسطوة السلطة والسلاح والأدوات البشرية المتورطة